ماذا بقي للشرعية والحكومة من وجود في عدن؟ منذ أن وصل رئيس الوزراء إلى العاصمة السياسية المؤقتة بعد أسبوع من توقيع اتفاق الرياض تصاعدت وثيرة العنف وشهدت المدينة أكثر من 11 عملية اغتيال ومحاولة اغتيال وهجومين على البنك المركزي اليمني وتعطيل لجهود صرف المرتبات لمنتسب وزارة الداخلية التطور الأبرز في سياق الفوضى الهدفة إلى التنصل من الالتزام تجاه اتفاق الرياض سيطرة الانتقالي على حاويات بداخلها 18 مليار ريال يمني تم طباعتها في وقت سابق وتتواجد منذ فترة في ميناء عدن قبل أن يتم تسليمها لما تسمى بقوة الواجب السعودية الخطوة الأحدث في مسلسل استهداف الموارد السيادية للدولة تأتي وفقاً للمتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات نزار هيثم بهدف التحفظ على هذه الأموال وتجنباً لتسليمها إلى مجموعة الفساد التي تديرها الحكومة الشرعية وتسليمها إلى قيادة قوة الواجب 802 السعودية في عدن على حد تعبيره المتحدث باسم الانتقالي أوضح أن السعودية بذلت جهوداً كبيرة في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال دفع المرتبات والمخصصات وعلاج الجرح للقطاعة العسكرية والأمنية والتي سيتم البدء في صرفها خلال الأسبوع القادم حاويات الأموال كانت تتواجد في ميناء يشرف عليها التحالف السعودي الإماراتي وعلى نحو يظهر عملية السطو هذه كمحاولة صريحة للاستئثار بالأموال من أجل تأمن مرتبات القوات التابعة للانتقال التي باتت تواجه وضعاً مشابهاً للأوضاع التي تعيشها القوات الحكومية وتتجه الأنظار حالياً نحو القوات السعودية لمعرفة ما إذا كانت ستوفر غطاء لجريمة كهذه وتعيد التصرف بمالية الدولة اليمنية على نحو ما تفرضه أجندة الانفصاليين المدعومين من الإمارات وتزامن حادث السطو على أموال الدولة في ميناء عدن مع إعلان المجلس الانتقالي تعليق عمل لجانه السياسية والعسكرية في اتفاق الرياض وذلك رداً على الاشتباكات التي دارت في شبوة بين قوات تابعة للحكومة وعناصر انفصالية في المحافظة أحداث متلاحقة ومنسقة تشهدها عدن وعدد من المناطق في جنوب البلاد وجميعها يشير إلى محاولات حثيثة لتثبيت وقاعة جديدة يستعصي على اتفاق الرياض تجاوزها وهو ما يدفع للتفكير بإعادة تكييف الاتفاق بدلاً من تنفيذه وهي كلفة يبدو أن السلطة الشرعية ستتكبدها في عدن كما تكبدتها في صنعاء تحت وطأة التدخل الثقيل لتحالف يعمل ضد اليمن بكل جوارح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر